أهلاً بأبناء الطلبة في مدلسة الوطن العربي سأقدم لكم اليوم درس عن العداد المركبة بالصف الثامن نبدأ قبل العداد المركبة بس بدنا نتذكر ونستذكر العداد المفردة في صف السابع في الصف السابع أخذنا عداد المفردة هل يطابق عدد واحد والتين هل يطابق عدد المعدود مثلاً لو أخذنا مثال زرعت شجرة واحدة هل عدد طبق المعدود؟ نعم شجرة واحدة واحدة طبق المعدود لو حيث عدد اثنين مثلاً عند الإسراني عينان اثنتان عينان ايضاً مفردها عين لأن هذه عين دانية مهنة واثنتان اذا طبق العدد المعدود من العدد واحد واثنين لنأخذنا الصف السابع أخذنا من واحد واثنين عدد الطبق المعدود دعنا اليوم نتعرف على العدد المركبة بالعددين احدى احدى عشر واثنى عشر العدد الناعم الأول ما معنا عدد المركبة؟ عدد المركبة يتكبر من جزءين الجزء الأول يكون مثلاً أحداً وجزء الثاني عشر أيضاً في عدد الاثنى عشر أو اثنى على الجزء الأول وعشر جزء الثاني نأخذ المثال الأول قال تعالى قال تعالى قال تعالى يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكباً وين المعدد هون؟ كوكباً وين العدد؟ أحد عشر دعنا الطمع المعدود المعدود نحكي هذا الكوكب إذا هو مذكر أحد عشر نتفرج عليها هل طبقة لهذا المعدود؟ نتفرج على أحدا أحدا هون فقد ما فيها هذه المقصورة إذا هي مذكر أحدا عشرة ما فيها مربوط إذا هي مذكر أحدا طابقت المعدود وعشرة إذا طابقت المعدود أحدا عشر العدد المركب في أحد عشر طابقت المعدود كوكباً إذا الجزءين طابق العدد المعدود جملة الثانية شاركت بنفسي إحدى عشرة غرسة المعدود هنا غرسة نحكي إحنا هذه غرسة إذا هي مؤنثة نطلع على إحدى في مهايتها المقصورة إذا هي مؤنثة تأمثت إلى الأنorde المعدود إحدى عشرة اتهدت مربوطة إذا ه Laurent هي الطابق العدد المعدود إحدى عشرة غرسة في عدد عدد اثنانعشر إذا طابقت الل Meredith المعدود في أحدى عشرة العددнд minutes إذا الطابق الي بها أحد عشرة وإحدى العشرة الكونان عشرة نفسي ليشي طبقة جزءين في الأعدد المركب وأحدى عشرة رقم ثلاثة قال تعالى ان عدة الشهوري عند الله اثنى عشرة شهرا نطبع على المعدود هي شهر نحكي هذا شهر اذا هي مذكرة نطبع على اثنى ما فيها ثان اذا هي اثنى مذكرة طابقت العدد المعدود الجزء الاول عشرة مدلتة مربوطة اذا هي الغن ومذكر طابقت عدد المعدود اثنى عشرة شهرا الجزءين طابق العدد المعدود لن يطابق في احدى العدد اثنى عشرة اثنى عشرة جمعي رقم اربعة شاركت اثنتى عشرة شاعرة في الملتقى الادبي طبع عن المعدود هي شاعرة رجل بركب هنا اثنتى عشرة شاعرة اذا هي الانهيون لانكي احنا هذه شاعرة اذا هي مؤنثة طبع على الجزء الاول في اثنتى اثنتى معهته اذا هي طابقة العدد المعدود ذmewانث عشرة معهته واربوطة اذا هي طابقت العدد المعدود الجزءين طابقة عدد المعدود Lei بات المعدود اثنتى عشرة berriesرة جزء За عشرة استنتج ان اخذنا جميلة عدد المعدود طابق عدد المعدود أيضا اذا كان مذكا اثنى عشرة اذا كان مذكا معهل بات مدود يطابق عدد المعدودود继از وإذا كان المعدود مغنف، نطابق معدد المعدود. أيضاً جملة الخامسة، نفس الأشياء كتبت نورو 12 مقالة. نورو كتبت 12 مقالة. المعدود غير؟ مقالة. 12 مقارف الكهادي الهنية مغنف. 12 طابقة المعدود. 12 وجود التورب. 12 طابقة العزة المعدود. جسين طابق العزة المعدود. إذا لا نستندج من الصباح خاصة في اللي ذكرناها سابقاً. نستندج أن الأعداد المركبة. 11 و 12 طابق العزة المعدود في الجزء. حدنا في الدخس السابق أن العزة 12 و 12 طابق العزة المعدود. لكننا لم نتعرف على العراب العزة المركب. نحن في الجملة. نحن في الجملة اللي قالتها. يا أبت أني رأيتم 11 كوكبر. نرغزوا على الجملة هذه. رأيتم 11 كوكبر. من تعرف رأيتم؟ فعل ماضي مبني على السمو والتاق. ضمير مقص المبني في محل رفع فاعل. 11. ماهب عزة هذه هي؟ و لا أبني على المركب. ماهب ماها صعود. نحن في العدد مركب. و مبني على الفتح الجسين. هذه أحدها فتحة عليها عمل بنا. و عشرها فتحة عليها عمل بنا. و عشرة فتحة عليها عمل بنا. لا يُتعرف و يعمل بنا. 11. نحن في العدد مركب. فتح الجسدين في محل نصد مفعول به نعلم حسب موقعه بالجملة كوكرا دائماً المعدود بعد العلم مركب نعلم تمييز دائماً معدود بعد العلم مركب نعلم تمييز ماذا نعلم تمييز منصوب على نصده الفتحة طبع الجملة الثانية شاركت بغلسي 11 غرستة بغلسي شبه الجملة جروب الجملة 11 عشرة شو نعلمها حكينا 11 عشرة برغو على المركب ايضاً مبنى فتح الجسدين زي 11 لكن الفتحة مقدرة ايضاً عشرة تأفتها عليها وانا ايضاً مضاغرة لكن هي عنا بسم الله مش عنا بزيع رابهاي عنا بسم الله شو نعلم بغلسي 11 عشرة مع بعض نعلمهم عدم مركب مبني على فتح الجسدين في محل جروب بالاضافة لان هذه المضافلة بعدها بغلسي لان هي في محل جروب بالضافة قال تعالى ان عدة الشهوري عند الله اثنى عشرة شهرة انها شو نعلمها حرف توكيد ومصر عدة اسم لنا منصور ان عدة الشهوري عند الله شبه الجملة الظرفية اثنى عشرة شهرة شو خبرنا عدة الشهوري عند الله لماذا شو خبرها؟ اثنى عشرة شهر اذا كان العدد اثنى عشرة ونعدد اثنى عشرة نعلم اثنى لحال وعشرة لحال اثنى نعلمها عدد كأنها مثنى كأنها مثنى لماذا يفعل مثنى؟ اذا هنا جاء ورفع لماذا؟ لأنه خبر لنا شو نعلم اثنى؟ خبر انه مرفوع وعندد رفع الثالث لأنه ملحق المثنى هنا يكون ملحق المثنى وعشرة منعلمها اسم مبني على الفتح مرة ثانية عدد معش نعلم كل جسد لحال اثنى لحال وعشرة لحال اثنى منعلمها حسب موقعها بالجملة وعراب المثنى وعشرة منعلمها اسم مبني على الفتح جملة رقم 4 شاركت اثنى عشرة شاعرة في المطلقة من التي شاركت؟ اثنى عشرة شاعرة تكون فاعل فاعل يكون مرفوع المنصوب مرفوع مرفوع ماذا؟ بالالف لأنه ملحق المثنى فاعل مرفوع وعندد رفع الثالث لأنه ملحق المثنى عشرة اسم مبني على الفتح وشاعرة حكينا المعدود بعد قعد المركب رعب وتمييز منصوب منصوب بالفتحة اخر جملة كتبت نورو اثنتين عشرة مقالة كتبت في الماضي نورو هي الفاعل اثنتين موقعها جاي مفعول به منصوب عرض نصبه لأنه ملحق بالمثنى عشرة اسم مبني على الفتح مقالة تمييز منصوب بالفتحة ثلاث 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 ماذا نستندج منصوبة؟ حسب الجمل اللي جرحناهم سابقا ماذا نستندج منصوبة؟ أول نقطة انه العدد العدد 11 نعرقه مع بعض انه مركب مبني على فتح الجزنين ويعرب حسب موقع بالجمل زي الجمل اللي السابقة والذي شرحناها العدد 12 الجزن الأول يعرب عراب المثنى والجزن الثاني هو اسم مبني على الفتحة والمعدود دائما يكون تمييز مصوب بالفتحة وهنا نكون هنا شرح درس العدد مركبات 12 و 12 بشكل سلسل وكل مهاجهة لكم الفكرة بشكل سلسل مشغولة اليوم عزائي الطلبة نبدأ معكم بالعدد من 13 إلى 19 لكن خلينا نتكلم الصادقة اللي أخذناها عدد 12 و 12 هل يطابق العدد المعدود؟ نعم 12 يطابق العدد المعدود في الجزنين نطالف اليوم العدد من 12 إلى 19 طلوع الجنة الأولى رجع الباحث إلى 14 مرجع رجع الباحث إلى 14 مرجع وين عدد هنا؟ 14 المعدود هنا مرجع مرجع هل هي مذكرة؟ هل هي مؤنن؟ هي مذكرة هذا مرجع لأنها مذكرة أربعة خالفة مطابقة خالفة أربعة و جزء الثالثة مربوطة إنها مؤنن مرجع المذكرة جزء الثالثة خالفة لطابق لأنه لا يوجد التوارض هذا هو طابق إذا الجزء الأول خالف المعدود الجزء الثالثة طابق إذا الجزء الأول يخالف والجزء الثالثة يطابق مفهوم؟ إعداد من 13 إلى 16 الجزء الأول دائما يخالف والجزء الثالثة دائما يطابق والجزء الثالثة الجزء الثالثة حللته خمسة عشرة مسألة حللته فعل وفاعل خمسة عشرة حللته المفهوم به بس كده دعنا نتعرف حاسفة نتطلب الأول من المطابق العدد المعدود هنا مسألة مسألة المدكرة مؤمنة مسألة مؤمنة نطلع الجزء الأول فيه خمسة عشرة خمسة طابق قلت خالفات خالفة عشرة طابق قلت خالفات خالفة طابق تاسمي الجزء الأول هكتبين من 13 إلى 16 الجزء الأول يخالف الجزء الثالثة يطابق أيضا نفس الجملة جملة ثلاثة حفظت تسعة عشرة بيتم قصيدة بيتم هذا بيت مذكر الجزء الأول يخالف جزء الثالثة يطابق والجزء الثالثة خالفت بيتم عشرة طابقت بيتم في التذكير والتالي كان تسعة عشرة بيتم جزء الأول يخالف والجزء الثالثة يطابق أيضا نفس الجملة نفس الحال على الجملة الرابع اشتركت تسعة عشرة امرأة بتأسيس مكتبة ثقافية المعدود امرأة في هذه امرأة والمرأة تسعة تخالف تسعة خالفت المعدود عشرة طابقت المعدود تسعة عشرة هون جزء الأول يخالف جزء الثالثة يطابق المعدود حالا حال من 13 إلى 16 دائما جزء الأول يخالف والجزء الثالثة يطابق شرح للدائس الثالثة أن العدد من 13 إلى 19 عدد الطابق المعدود يخالف ها كان يزال أول يخالف العدد المعدود والجزء الثالثة يطابق فقط من 13 إلى 16 هذا قايدة 14 إلى 19 الآن نشك العدد العرب عدد من عدد مركبة من 13 إلى 19 في الجملة نرجع الجملة رجع البافيق إلى 14 إلى 14 مرجع إلى 14 مرجع إلى حرف جملة 14 حيث نعرف هذه العرب كاملة عدد مركبة مبنية فتح الجسدين ونعرف 14 مع بعض ما نعرف هذه العربة هذه العربة هذه العربة فقط عدد 12 لكن هنا 14 نعرف عدد مركبة مبنية فتح الجسدين في محل جر بحرف الجر لأنه جارة بعدها حرف جر في محل جر بحرف الجر جملة الثانية حللت خمسة عشرة مسألة حللت فعل وفاية خمسة عشرة تحكينا نعرف مع بعض عدد مركب مبني على فتح الجسدين في محل نصد مفعول به لأنها فعل وفاية حللت محل مفعول به ومسألتها نعرفها تمييز منصوب بفتحة نعرفها بعد المركبة نعرفه تمييز منصوب الجملة رقم ثلاثة حفظت 19 بيتا من القصيدة حفظت فعل وفاية 19 حللت محل مفعول به عدد مركب مبني على فتح الجزين في محل مصد مفعول به وبيتا تمييز منصوب آخر الجملة اشتركت 19 عشرة امرأة بتأسيس مكتبة ثقافية اشتركت 19 ملت اشتركت هي 19 اذا هالحالتها المين الفاعل نحكي اذا 19 عدد مركب مبني عفتح الجزين في محل رفع فاعل ماذا نستنتج من ما سبق ماذا نستنتج من ما سبق ان العداد عند العرب ماذا نستنتج ان العداد من من 13 الى 19 تعرف عدد مركب مبني عفتح الجزين بعدين حسب موقعهم الجملة من العرب حسب موقعهم جميع عدد مركب مبني عفتح الجزين في محل بعدين حسب موقعهم من الجملة اعطيتكم على مثال تابع تابعنا طيب الطابق كيف يعرف اعطيتكم صحة لليلة اثنتا عشرة صديقة حكينا نعرفها مبتدى اسف خبر مقدم اثنتا مبتدى مؤخر مرفوع بالالف لأنه من حق المثنى وعشرة اسم مبني على الفتاة وصديقة هي تمييز منصوب الفتحة جملة ثانية كرمت اربع عشرة معلمة كرمت في الوفايا اربع عشرة محل مفعول به لأن عدد مركب مبني على محل جزين في محل مصر مفعول به سافرت إلى احدى عشرة مدينة إلى حرب جر احدى عشرة عرب مركب مبني على فتح الجزين في محل جر محل فتح فتح الجزين مكون انهينا دس لعدد مركبين من ١٤ إلى ١١١ مشاركة محل وقدم لكم بشكل مبسط وشكرا شكرا شكرا